أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك بعد مباراة في يوتشر يتكلم عن ملف التجديد للعبين وقال هناك مهلة للعبين زي ما أعلن رئيس النادي اللي هيبقى عنده استعداد في الاستمرار في النادي هيجادد عقده ويتحدث معي الكلام على لسان أمير أو مع رئيس النادي وقال إنه اللي هيرفض التجديد هيعلن حاليا عشان الزمالك يقدر يشوف بديله في الفترة اللي جاية عشان ما يتكررش الخطأ بتاع فرجان الساسي لما مشوا ما كانش فيه بديل لفرجان الساسي ده كلام إداريا واحترافيا صحيح جدا ببساطة عشان بس هم الموضوع إيه ما يتخدش إنها أخناقة أو زعل لأ أنا لعيب ببلغ إدارة النادي هقول لهم بص أنا مش مكمل معاكم بعد نهاية عقدي والعب لنهاية عقدي يعني ألعب بالتزام لنهاية عقدي حتى لو أنت مش عارس تكمل ألعب بالتزام لحد نهاية عقدي بس تبلغ نديك إن أنت مش نهاية تكمل إن أنت ماضي في فرقة تانية إن أنت هتروح لفرقة تانية إن أنت كيف يمشي حقك حقك تماما أنا ألا بتكلمش اللوقتي عن الناحية الجماهرية أنت كمشجع أعيز عن من اللعب اللي هيمشي بغض النظر لكن على مستوى العقود ومستوى التفاصيل الإدارية ومستوى الاحترافي من حق أي لعب إنه يمشي في الوقت اللي هو عايزه لما عقده يخلص بس لازم يبلغ نديبي فترة فترة عشان الفترة دي النادي بتاعه النادي بتاعه يقدر يشوف بديل ويبدأ يخش السوق ويبدأ يحط يعنيه على بعض اللاعبين عشان يتفاوض معاهم ويبدأ يشتغل على بديل ليه مش يتفاجئ فجأة إنه قال له لا لا خلاص أنا خلصت عادي وأنا مش هكمل مع النادي وما أنت مش قلت لي من كام يوم إن أنت ناوي تجدد لا لا بس أنا خلاص أنا مش عايز أجدد فتعمل للنادي بتاعك مشكلة لأنت لو رحت للشركة عادية شركة عادية الموظف قبل ما بيمشي فيها لازم يبلغ الإدارة بشهرين يقول له أبلغها بشهرين أنا ناوي أمشي خلاص فشوفوا حد بديل ليه وأنا أكمل معاكم الشهرين دول فده الطبيعي نشوش أي أزمة فبصراحة اللاعب فعلا اللي في نادي الزمالك مش ناوي يتكمل لازم يبلغوا وبعد ما يبلغوا هو من حقهم يلعبوا الآخر ثانية في عقده بس بالتزام وده اللي قاله أمير في تصرحاته بالمناسبة